بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متكبلة وشفاءا من كل ده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن شاء الله بإذن الله نبدأ مع خير الكلام وأفضل الكلام مع الكرآن الكريم مع أخينا الطالب الشيخ الأستاذ عبد الرحمن بكري من السودان فليتفضل مشكورة تفضل يا أخي عبد الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا قالوا إن هذا لساحر مبين جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا يا أخي عبد الرحمن ربنا يبارك فيك وفي صوتك الندي الجميل كراءتك طيبة وندية وجميلة مثلما أنت جميل وندي ربنا ينفع بكم ويبارك لنا في أبنائنا وأبنائكم اللهم أمين إن شاء الله مع المجموعة الحمد لله على السلام يا أحمد عبد الغني إن شاء الله أشوف المجموعة أستاذا صلاحة بعد غياب أستاذا صلاحة جاسم من العراق بعدين أستاذا أيصر بعدين أستاذ معاز بعدين أم معاز محمد الفاروق بعدين أستاذا هانا طارق إن شاء الله دي مجموعة الفاروق إن شاء الله عمر بن الخطاب أبو بكر الصديق إن شاء الله مجموعة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه اللهم أمين أستاذة صلاحة إن شاء الله تفضلي حضرتك افتحي الدفتر على الله يشفيها ويعفيها أم معس شفاها الله وعفاه بسم الله نتجه إلى دفتر الأستاذة صلاحة جاسم حسين بسم الله هو الإضاءة يعني بدأت تتحسن نعم ما شاء الله الهاء مع الفاء الفاء جميلة متحسنة كتير جدا ما شاء الله لا قوة إلا بالله كويسة الفاء يا أستاذة صلاحة ارفعي الهاء شوية المرة القادمة إن شاء الله حضرتك ترفعي الهاء شوية عشان الفاء تأخذ ذراحتها ويكون فيها تكوز نعم الهاء مع الفاء نعم الهاء مع القاف حلوة آآ تاني واحدة جميلة القاف الكشيدة ما بعملش في انكسار يعني أنا حس إن فيها انكسار وبق القاف نفسه في انكسار يعني حضرتك لو كبرت عملت زوم على رأس القاف كده خلي بالك في واحدة من العراق عندك وبدأت نفسك خلي بالك يعني الموضوع مش من بمن بدأ مبكرا فشدوا حلكوا أنتو الاتنين أنتو والوحدة دي أكيد حضرتك عرفها وهي عرفة نفسها إن شاء الله الله يصلحها لنا وإياكم يا رب العالمين طيب في انكسار في رأس القاف من الشمال من أسفل وعليكم السلام يا أستاذة شيرين محمد أي نعم لا يوجد انكسار زي القاف اللي تحتها حضرتك زي ما انتو شايفها القاف اللي تحتها تمام حضرتك طيب أيوة زي دي حضرتك تمام ورأس الهاء حلوة الهاء مش هتيجي من أول مرة أنا بوعدكم أنا ما زلت حتى الآن أحيانا بتهرب مني وكثيرا ما بأكتبها غلط يعني أنا لا أخفي عليكم سرا أنا بأكتبها غلط كتير وأعود أمسح فيها قدامكم أمسح فيها وصلحها أنا ما وصلتش لنهاية الخط ولا أنا طب الخططين ولا كمة الخططين أنا باكتهد أنه ربنا يوفقني ويحسن خطي زي ما حضرتكم بتكتهدهم إن شاء الله ولكن الأفضل هو اللي هيكون بيكتب أكثر الأفضل هو اللي هيستمر تمام حضرتك الهاء مع اللام جميلة جدا كأس اللام جميل ورائع ما شاء الله الخط متميز كثير الفترة اللي وقعت مننا دي اللي حضرتك يعني انقطعت فيها عايزين نعوضها بالكتاب ما شاء الله في طلبات وبنات يعني صغيرات في السن ما شاء الله عليهم بيطلعوا لنا حروف رائعة وأكيد حضرتك متابعة معنا على التليجرام ما شاء الله الخط جميل إن شاء الله بإذن الله أكلبي الصفحة حضرتك تمام جميل جميل الشغل إن شاء الله ما شاء الله حتى التصوير جميل والتنسيق أجمل فيه تحسن في كل شيء يعني حتى التصوير اللي احنا أصلا مش هو هدفنا لكنه بيتحسن عند كل الناس التنسيق الكتابة نفسها توزيع الكلمات طيب نعم الهاء راء خليها ترفع شوية من جهة الشمال سنة الراء ارفعوها الفوق شوية الهاء الكشيدة مع الراء آخر الصفحة على يمين آخر اتنين الراء تحت على يمين أي نعم خلوها ترفع شوية اكتب على مهلك يا أحمد يا عبدالغني اكتب على مهلك وما تستعجلش معنا وقت إن شاء الله تمام حضرتك اه ارفعي سنة الراء اللي في نهاية اللي فوق الراء السنة اللي فوق الراء بترتفع إلى أعلى شوية شفتي الهبوط من وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ملك ومر أي نعم الهبوط من الهاء كذلك بترتفع مقابله زي ما قلنا كانون نيوتن لكل فعل رد فعل مسوي له في المقدار ومقابل له في الاتجاه أو مضاد له في الاتجاه أنا خدت من هنا انخفض لازم بارفع من قدامها الناحية التانية بارتفع عشان يبقى فيه اتزان في الكلمة أو في الحرف أو فيه استكرار صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم تمام حضرتك طيب ايه تاني جميل الشغل جميل ومتطور ومتحسن ما شاء الله العين لسه عايز شغل شوية العين العين الأولى أحلى من العين التانية مع الهاء العين الأولى يعني أقرب للصواب وأقرب للصح من العين الثانية صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم يا ريت الله يرضى عليكي تمشي معي بالألم بعد إذنك علشان الشباب اللي بيشوفوا التصفيح يعرفوا وأنا أيضا أعرف أن أنت عارف أنا بتكلم علي أي نعم دي حضرتك أفضل من اللي تحت تمام حضرتك آآ الهاء صد ممتازة جدا الهاء مع الصاد الأولى والتانية كأس الصد جميل 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 ده جميل جدا واللي قبله جميل واللي فوق أحلى واحد في الأربعة لا لا الصغير العادي خلي بالكو يا جماعة لو قلت بس الصد بس أو السين بس يبقى الكأس الصغير لو قلت الكاشيدة يبقى أنا أقصد الكاشيدة يعني الكبير بضيف له كلمة الكاشيدة آه الكاشيدة دي الكأس ده يأخذ نجمة كده ويأخذ ممتاز وتصوره لنا وتكتبي كأس متميز من أستاذة صلاح زي ما البنات بيعملوا والشباب عايز حضرتك تصور لنا الكأس ده وتكتبي كأس متميز من أستاذة صلاح وترسله لنا حشان احنا نتعلم ونشوف الحاجات الجميلة والإبداعات الحلوة تمام يا أختي الكريمة ان شاء الله طيب اقلب الصفحة تمت الحروف جميل جميل بعون الله الملك العزيز الرؤوف هايل جدا جدا ما شاء الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما تكتريش بقى الميل يعني الغاشية كلمة الغاشية الملك حلوة ماشي الحال والعزيز حلوة مش هنتكلم في الألف واللام والألف واللام والألف واللام لكن الغاشية خلاص بقى كفاية كده تمام يعني ايه خلي بالنا ان احنا الميل ما يزيدش مننا أكتر يا دوبك نقطة واحدة فقط الميل وليست نقطتين لأننا لو حضرتك اسقطت من أعلى السطر العلوي للغاشية إلى التماس مع الألف واللام هجد ان المسافة نقطتين مش نقطة ها فالميل زيد الضع صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم جميل والتقل مربوطة جميلة ورائعة انا بشكر أستاذة صلاحة اكتبي بقى الأماكن الفضية ديت زي ما حضرتك قاعدة ان شاء الله على حسب وقتك استطعت الآن ان شاء الله اكتب لنا الأشياء دي كلها يكمليهم على مهلك خالص واكتبي شفنا بقى جمال الخط شفنا حلوة الخط بتظهر لما بدأنا نعمل سلاسل دهب سلاسل خطية كتابية الآن تمت الحروف بدأ حلوة الخط بتظهر بقى يلا ما ترجعيش للخلف بقى يا أستاذة صلاحة خلاص كل يوم كتابة كل يوم كتابة كل يوم كتابة كل يوم تعليم جديد متفقين وعد إن شاء الله من أختي الأستاذة صلاحة طيب اتفقنا إن شاء الله خلاص الدورة خلصت نبدأ بقى عليك وعلى مجهودك وتوكلك على الله مش هيبقى في دورة خامسة تاني خلاص خلصت خلاص اللي استفاد واللي اشتغل اشتغل واللي ما اشتغلش يقدر يتدرك كمان حتى الآن مفتوح المجال شكرا لأختي الأستاذة صلاحة من العراق الآن مع دفتر اللي بعد الأستاذة صلاحة الأستاذة أيصر مس أيصر عباس من العراق مش موجود طيب أستاذة أستاذ معاز معاز زيزو البطل ما شاء الله الله أكبر لا قوة إلا بالله إيه الحلوة والإبدع ده ما شاء الله دفتر جميل وهيلة جدا وهنقك يا معاز على أن انت بطل انت أشتر من ناس كتيرة يا معاز ما حضرتش الدورة للآخر إيه رأيك برافو عليك يا معاز استمرت معانا الآخر يوم في الدورة هذا بفضل الله علينا سبحانه وتعالى ثم بعد الدورة بعد الحصة تقبل يد بابا وماما إن هم ساعدوك إنك تحضر تعبوا عليك وتعبوا معاك جابوا نت ووفروا نت للبيت جابوا أقلام وجابوا دفاتر لازم تقبل إيديهم ورجليهم ورأسهم ده الولد البار بأبيه وأمه موافق هتعمل كده هم هتوصل الرسالة دي البابا وتقول له دي من الأستاذ دي نصيحة من الأستاذ أنا بنفذها طيب طيب جزاك الله خير ماشي يا معاس وتشكر ربنا سبحانه وتعالى على النعم اللي إحنا فيها دي هم ما شاء الله عليك برافو عليك هايل جدا بكرة إن شاء الله أو الأيام القادمة لما تروح المدرسة هيجد المدرس إن خطك ممتاز ورائع وسيسعد بك وبخطك الجميل برافو عليك يا معاس كبر الباق الباق خمس نقاط طيب شكرا لحضرتك من توضعكم هذا فضل الله علي يعني علي وعليكم هذا فضل الله إن سخرني ليكم الحمد لله أنا لست إلا خادما لكم جزاكم الله خيرا أنا أعتبر نفسي كذلك وأنا سعيد بهذا اللقب طيب يا معاس برافو بص بقى دي حلة دي مش كشيدة دي دي حلة هنحط بقى فيها محشي لرمضان أنا آسف يعني عشان المصري أيوة كتير جدا يا معاس دي كبيرة خالص لا صغرها شوي طيب برافو عليك يا معاس حدش يضحك يا عبد الرحمن البكري ماشي ربنا يبارك أيوة الراء الثابانية خلي عمود يا معاس اسمعني يا معاس خلي عمود الراء الثابانية خلي عمود للراء الهابطة خلي عمود للراء اللي بعد الهاء الكشيد صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم طيب برافو عليك يا معاز يا بطل يا سكر ما شاء الله أسنان السين خلينا نقول حاجة على أسنان السين يا معاز الهاء مع السين بتعملها زي أحمد محمود عارف في واحد عندكم ساكن في البيت اسمه أحمد محمود بسلملي عليه بص يا معاز بتعمل السنة الأولى بتعمل السنة الأولى متجهة ميلة جهة اليمين يعني بتشور على الساعة وحدة ومن تحت على الساعة السابعة لو عملتنا السين بهذا الشكل عليه الصلاة والسلام يا أم لنا تمام يا معاز لا مش ميل ما يشيل هاء ايوة اطلع بقى شيل ايدك لا لازم اشيل ايد يا جماعة الخير وبعدين اللي جاي من الهاء ما يلفج تجاه الشمال تمام زي ما يكون هارم بيتقابله من قمة الهرم الهاء جاية الجهة اليمين بتاعة الهرم والسين الجهة الشمال من الهرم شفت التشبيه الحلو ده بيتقابله في القمة من فوق وقد يكون السنة الشمال بتاعة السين اللي هي جاية بتقابل الهرم بتزيد شوية تطول شوية عن السنة الشمال اللي جاية من الهاء ان شاء الله يكون التشبيه ده سهل عليك يا معاز ايوا انزل بقى بالكشيدة كشيدة جميلة وحلوة بداية كشيدة جميلة وحلوة اهي يلا اطلع بقى يلا ارفع حلوة حلوة كمل انا شايفها حلوة يا رجل كمل ها استمر برافو عليك نعم نعم يا معاز ماشي اقلب الصفحة يا معاز ان شاء الله هتزبطها بعد كده وتشوفها هي واجب عندك هتشوفها في الفيديو مرة واتنين وتتقنها خالص وتكتبها انت نورت الدنيا كلها مش البيت بس الحمد لله على السلامة بس اكتب على العام انت بتكتب لي على الخاص طيب الهاء والطاء جميلة الهاء والطاء اعمل بقى كشيدة زي ما انا كنت عاملها الهاء مع الطاء حاول تمد ايديك خلوه يا جماعة يمد ايديك عشان يكون عنده ثقة بنفسه اكتر واكتر العين الاولى احسن عين في الثلاث عيون الله يشفيه وعفيه يا رب العالمين اللهم امين طيب ماشي الفاء كمبر جسم الفاء جسم الفاء رأس الفاء حلوة مش هقولك عليها حاجة دلوقتي لكن كمبر جسم الفاء وخليه اسحب منه كتير علشان يعود على السطر طيب صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم ماشي ماشي يا معاز يا بطل ايه لبي يلا الصفحة الكافة الاولى حلوة جميلة الكافة التانية وحشة وحشة جدا الكافة التانية يا معاز جميلة الهكاف دي دي وحشة ودي برضو مش حلوة يا معاز طيب ان شاء الله هتتدرب عليها وده يبقى الواجب رقم اتنين عندك يبقى انت كده عندك واجبين يا معاز هتروح تشوفهم وتتقنهم في الفيديو ان شاء الله وتكتبهم باتقان وتكمل الصفحة بقى واستأذن ماما وبابا يا جماعة والكلام ده لحضرتك وحضرتك وكل الناس حتى استاذة صلاحة اللي انا لسه مصحح لها لو هي سمعانا قول نعم سمعاكم يا جماعة لما تيجي تكمله ما تشتغلوش من دفتركم وانا قلت الكلام ده من زمان اشتغل من نموذج قدامك وليكن مسلا من الفيديو هتفتح الفيديو وتشوف انا عايزك لما تكرر مش تكرار مش عدد تكرارات يا جماعة الخير انا عايز حضرتك بتطور زي مثلا لما بنكتب مثلا في كرست الخط في المدارس بيقولولك اكتب من تحت الفوق صح ولا غلط بيقول دي اول حاجة هتلاقيهم حتى مرقمين الارقام من واحد الى مثلا رقم خمسة من اسفل الى قاعد ليه عشان كل مرة وانت بتكتب تبص للنموذج اللي مكتوب طب ده عندنا من فضل ربنا ده عندنا فيديو الفيديو دو حي نموذج حي بتشوف الحركة الايدو هي بتطلع الحرف طب ما انا خلي الفيديو على الحرف دو ووقف الفيديو واكتب الحرف وخليه كرر الحرف ده لي انا تاني خلاص خلصت الحرف ده وكتبت مالية الموضوع اروح لحرف تاني تمام حضراتكم ما تكتبش من اللي انت كاتبه سدقني لو انت هتكتب من اللي انت كاتبه المستوى بص بصوا عند معاز مثلا بصوا الكافة الاولى حلوة الكافة التانية الكافة التالتة المستوى عمال ينزل يتراجع للخلف ليه؟ لان معاز بيكتب من مستوى هو فالاولى بدأت تكون حلوة لانه بصص عند الاستاذ التانية بدأت تكون اقل لانه شفها من الاولى التالتة بدأت تكون اقل منهم لانه شفها من التانية وهكذا المستوى عمال يرجع ويرجع 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 مش بقول مستوى معاز بقي يبقى وحش لا مستوى الكتابة نفسه الكلمة نفسها هي الوحش طيب اتفقنا يا معاز اتفقنا يا قال حسن خطك اللين طيب اللي سمعني يموافق على الكلام يصلي على النبي يبعد صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عشان اعرف ان ان الخمستاشر واحد او الاربعتاشر مسحصحين طيب امي لانا اكتر واحدة مسحصحة اهي عليه الصلاة والسلام يا استاذة شيري نعم واحمد عبدالغني واستاذة هنة يلا يا بطل اقل ماشي جميل جدا ومعاز بيصلي على النبي في الضفترة اهو برافو عليك يلا يا معز ما شاء الله عليك ايه الواو جميلة اعمل للواو هرم من فوق بقى عليه الصلاة والسلام يا يا اهل حسن خطك قول الله ينجميع رأس الواو في هرم يعني مش بس مش هرم مش انكسار لا يعني خلينا نقول مثلا نشبهها بلاش نقول هرم باي تشبيه يكون مسلا مرتفع كده طيب نعم الهامة علياء ما تكبرش الكشيدة جدا كدا يا معاز ما تعملها ليش حلة يا معاز عاملها دي شبيها بالحلة مش شبيها بالكشيدة اللي احنا عملناها يا معاز تمام صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم وريني الجملة الجميلة اللي انت كتبها يا معاز النت فصل عند معاز التليفون لف مننا يا جماعة يا ريت بس اي نعم تمام 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 شوفوا انا هقول لكم على حاجة برضو معاز خطه ممتاز ورائح لكن الغياب بيؤثر عدم الكتابة بتؤثر معاز كان بيكتب معاز كان بيكتب يسر الله لكم الخير يا أستاذة هناك الحمد لله على السلام معاز كان بيكتب صفحات كرآنية بس بشكله بقاله فترة ما كتبش الصفحة اللي كان بيكتبها صح ولا غلط يا معاز أنا عارف واضح على خط ايديك بصوا انتوا بصوا واحكموا كانوا هم بيشوفوا خطك في الكرآن كل الناس اللي حاضرين دلوقتي اهو شوفوا وانا ما انا مش مش بارغم معاز ما معاز ممكن يكتب لي غلط اذا انا كلامي مش صحيح الصفحة اللي كان بيكتبها بطل يكتبها وغاب غاب فترة واكيد علشان امتحاناته احنا المدرسة اهم طبعا وحضور الامتحانات والمراجعة والمذاكرة اهم طبعا لكن دلوقتي جي الوقت المناسب ان احنا ان شاء الله نكتب ونحسن خطنا طيب وغلطت ما تقعدش يتمحي يا معاز اشطب عليها وشوف غيرها واحدة غيرها على طول شكرا لحضرتك تسلم ايديك جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم يا معاز شكرا لحضرتك طيب اللي عليه الدور ان شاء الله باذن الله بعد ام معاز من استاذة ايصر جت ما جتش طيب محمد الفاروق وهنا طارق استاذ محمد الفاروق طبعا هما اكيد بعتول الرسالة اللي قلناها مبارح مش محتاج ان انا اقولها تاني وصلوا الرسالة يا جماعة الدورة دي نموزج على حياتنا كلنا بس نقطة وعلى السطر زي ما بيقولوا اللي منتظم في دورتنا هذه يعرف انه منتظم في دراسته نفسها ماشي اللي بيغيب بقى الحاجة المرض او لشيء مضطار اللي بيهتم ويكتب يعرف انه بيهتم ويكتب في دراسته وفي عمله ماشي يا جماعة الخير استاذ هانا طارق موجودة اذا جاهزة ان شاء الله بتفتح الكاميرا على دفترها نعم تفضل يا استاذ هانا طارق 13 سنة ماشاء الله كبيرة ماشاء الله عليها خطها جميل يا ميس هانا الهاء مع الالف انا تقريبا قلت النصيحة دي حضرتك الفيديوهات مش هتتمسح من على النت يا ام معاس الفيديوهات موجودة بعد الدورة وقت ما حضرتك تريدي او تستطيع الكتاب اكتبي احنا مقدرين نظار في حضرتك انا ببتكلمش على حضرتك خالص لم اذكر حضرتك ولا حتى في نيتي او ذهني انا اذكر ناس تانيين وهم عارفين نفسهم والرسالة بتوصلهم حتى لو هم غيبين الالفات يا استاذ هانا طارق بتميل الى جهة اليسار زي الهاء مع الالف الثالثة الاولى ميلة كتير التانية ملت شوية الثالثة بدأت تتضبط اه الميل ده خطأ الميل الصح هو الهائل اللي مع الالف الثالثة صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم يا استاذ هانا طواليها لغاية السطر يا ميس هانا الحمد لله يا جماعة الخير ربنا بيؤجر الناس على نيتهم اللي نيته بيكون رايح يعمل خير بيحول بينه وبين هذا العمل زي اللي بيصلي قيام الليل وبييجي مرض يمنعه عن قيام الليل ربنا بيدله الاجر في الايام اللي هو مريض فيها او الايام اللي هي بتنقطع فيها لظروفها الطريقة اللي من ربنا لا والله بتاخد الاجر كامل انتوا ادرى مني بالامور دي الحمد لله فكذلك الاجر وصل للي منعه ظروفه ومنعته او منعه مرضه عن اكمال الدورة او اكمال الحصة نعم نعم يا استاذ هانا عشان ما نتعبش حضرتك معنا برافو عليكي الهاء الراء واجب اعتبريها واجب عند حضرتك الهاء الراء الثعبانية تمام حضرتك الهاء مع الراء الثعبانية اعتبريها واجب عند حضرتك يا اختي استاذة هانا طارق تمام الهاء راء الكشيدة الهاء الكشيدة ثم حرف الراء كبري الكشيدة شوي يعني خليها اربع نقاط ست نقاط زي الاولى الاولى هي احسنهم لكن ارفعي الهاء من فوق السطر شوي طيب نعم الله المستعن عايزك تحضري شرح الهاء لوحديها النهاردة في اول الحصة انا بدأت اشرح الهاء فاعتبريها واجب اخر رقم اتنين عند حضرتك تمام اكتبي كده واجب اتنين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد الفاروق من زمان ما اسمعناش زوط الكرآن الجميل من فمك الطيب ماشي يا استاذة هانا يلا ليه بي الصفحة حضرتك تمام تمام حضرتك نعم الهاء مع الصاد جميلة والهاء مع الطاق رائعة جدا جدا نعم حرف العين التالت جميل الهاء مع الهاء عين يا ريت يا ريت هي تثبت الدفتر على الطاولة وحد يساعدها من البيت في التصوير علشان ما يفضلش يتهز الدفتر يعني بلاش تسند الدفتر على رجليها او على اي شيء بس خلوه على حاجة سبتة وحد يصور يعني لو سندته على الارض حتى لو ما فيش تربيزة وما فيش مكتب تسنده على الارض طيب ممكن تطفوا الكاميرا خالص وتزبطوا وضعية الدفتر وبعدين تفتحوا الكاميرا ما فيش مشاكل تمام؟ عايزين بس علشان هي تعرف لما هتكتب حاجة صحة حاجة هي تعرف تزبطها ان شاء الله وساعدوها يعني الحمد لله جاي لها مدرس خصوصي لغاية البيت الحمد لله فاحنا نتعب معها شوي انا مقدر اكيد انتم يعني بتتعبوا كلنا بنتعب فلكن في ميزان حسناتكم ان شاء الله بإذن الله يسر الله الخير للجميع لمن تغيب يسر الله له الخير اللهم امين تمام يا استاذة يا استاذة هانا طارق العين التالتة فين يا استاذة هانا ايوة حطي عليها داير نعم جميل جدا طيب الفاء خلينا نشوف الفاء مستعجلة النهاردة في الكتابة يا استاذة هانا صح انا مش يهمني ان حضرتك كتبة خمسة دلوقتي ولكن عايز تكتبي بتمهل اكثر الكاف طلعة جميلة حطي لي بقى داير على الكاف الحلوة دي بس الكاف لسا الهاء عايزة شغل شوي آه الله اكبر ما شاء الله برافو برافو واللي بعدها ممتازة وتكتبي قاف رائعة من استاذة هانا طيب واللي بعدها كمان يا ميس هانا الكاميرا بتهتز كثيرا يا آل هانا الله يرضى عليكم يلا اللي بعدها حطي عليها دايرة القاف اللي بعدها فصل النت أيضا من عندها سمعاني يا استاذة هانا عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم تمام يا أختي هانا طيب تمام نشوف اللام اللام التانية أحسن من اللام الأولى اللام الأولى مالت كثيرا جدا جدا طيب اما هو بقى مش ميلة مش أقول لحضرتك ميلة جهة الشمال يبقى ميلة كتير جدا جدا لا ميلة أقل شوي طيب يا استاذة هانا ماشي يلا كملي الميم اللوزية حلوة هاء ميم اللوزية التانية الهاء مع الميم الثانية نعم جميلة اكتبي تحتها صح والهاء حلوة بس خلي هقول لحضرتك على حاجة المرة الجاية هتكبري المساحة جوه الهاء شوي يعني الهاء عند حضرتك من بطبطة هقول لك معلش عارفة هي عاملة زي ايه عاملة زي سندويتش الفينو بالمصري أكيد انت من سهاج وعارفة التشبيه ده عاملة زي سندويتش الفينو طيب أعملها زي عارفة انت البورجر عارفة انت سندويتش البورجر أهي مقلبزش كده شوي تمام فين عبد الرحمن ابو التشبيهات الجميل ايه رأيك عبد الرحمن ليه بالصبحة يا أستاذ انا مش فاهم سؤالك أو يمكن ان انا مش عارفة اركز مع سؤالك ابو حميد هل نقطة هل نقطة اتصال رأس الهاء مع قاعدتها رأس تقصد الدايرة اللي جوه يكون منكسر مش قادر أفهم سؤالك ولكن هحاول ان شاء الله أتخيله كده وارد عليك خلينا بس مع اختي استاذ انا ان شاء الله اه الهاء مع الميم 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 التالتة رايحة شمال ليه عصاية الميم الالف بتاع الميم اللي نزل تحت السطر الاولاني نزلة شمال لا ما بتنزلش شمال هي اكنها الف بالزبط اكنها الف وقفة بالزبط يعني التانية حلوة شوية لقبلها احلى شوية منها تمام حضرتك والأولى احلى لكن محتاجة تطول تمام يا أستاذ اهنا طارق نعم 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 تمام تمام الهاء واو الجميلة لفوسط النون الكشيدة حلوة رأس الواو عجبني حلو لا التانية مجموعة التانية اللي انت عملتيهم التانيين نعم جميلة جدا نعم برافا على حضرتك يلا كملي هلا هلا جميلة شكل الكلمة جميلة ومتزنة مكتوبة بتركيز لكن رأس الهاء لسه عندك واجب اعملي على رأس الهاء كده واجب حطي دايرة كده على رأس الهاء في كل الهاءات كل الهاءات عايزة شغلي يا أستاذ هناء وبعدين وبعدين ما يصحش الهاء ما تطلعش من ايدك احسن هاء في الدورة كلها انت واستاذ هناء العوامي انتوا عارفين بقى انتوا اللي تقولوا لي السبب ليه انتي هناء طارق وهناء العوامي لابد ان الهاء تكون احسن هاء عندكم عارفين ليه عشان انتوا اسمكو بيبدأ بحرف الهاء فمش ينفع الهاء بتاعتكو تكون وحشة انتفقنا؟ يلا ليه بي الصفحة نعم مباكسلة الصفحة دي مباكسلة فصل النت من عندها نعم تمام جميل جدا يا أستاذ هناء اكتبي المزيد انت حضرت الدورة متأخرا ان شاء الله تركبي معانا تابعي معانا خليكي دايما على الجروب ما تطلعش منه جروب التليجرام بحيث ان احنا اول ما نعلن على دورة جديدة في تحسين الخط احضري اي دورة اخرى في الخط لكن خليكي مترقبة لدورة اخرى في خط النسخ سواء معايا مع اي حد تاني سواء على الانترنت سواء تجيبي دورتنا تاني وتحضريها تاني من الاول جميل جدا ان خطك اتحس وكل يوم يا أستاذ هناء وعد من حضرتك ومن كل الاخوات والاخوة اللي حضرين معانا كل يوم تكتبوا آية من الكرآن الكريم بس ايا واحدة بس كفاية اقرأوا اللي تقرأوا اقرأوا صفحة اقرأوا المزيد لكن ما تحرموش نفسكم ولا انا احرم نفسي من كراءة صفحة على الاقل وكتابة آية من الكرآن على الاقل اتفقنا يا أستاذ هناء شكرا لحضرتك جزاك الله خيرا نعم كلكم يا جماعة الخير كلكم ان شاء الله بإذن الله نعم شكرا لحضرتك ان شاء الله من سيختم لنا ان شاء الله من الاخوة الكرام يقرأ لنا ان شاء الله بإذن الله نختم معه احنا كده خلصنا طيب يلا يلا يا سيدي ثانية واحدة تفضل تفضل يلا تفضل اقرأ يا محمد يلا بسم الله اعوذ بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقُمَانَ الْحِكْمَةَ نِشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ